كمان استخدام الكذب من المواقف الوحشة أو استخدام الكذب من جانب الأهل لتمرير أو إنهاء أي موقف ودي حاجة شهيرة أوي حتى من الأطفال صغارين يعني لما الطفل يبقى مثلا بعيط فنيجي نقول له إيه طي بيسكت وأنا هجيب لك حاجة حلوة فالطفل يسكت وما فيش حاجة حلوة أنا عايز أقول لكم المواقف البسيطة دي بتراكم أثر كبير جدا جوا الطفل وأنا بضرب مثل وإنتوا أكيد أشطر مني ومرت عليكم أمثلة كتيرة جدا فبلاش توعدوا بحاجة مهما كانت بسيطة وما تنفذوهاش خالص اللي هو إيه أنا مش عارفية لا والطفل بيزنه وبتاعه مش عارف إيه وعايز أروح لتيتة ولا عايز أنزل مش عارفية أعلى بتاعه خلاص خلاص بكرة بكرة هنعمل كده خلاص بكرة هنعمل كده الطفل خلاص الطفل خد ده وعد وعد خلاص فاكرين اضحك الصورة تطلع حلوة كلمة بحبك عهد صح كده كلمة هي فالكلمة اللي بتطلع منك والله يرحمه طبعا أستاذ وحيد حال كلمة هي بتطلع خلاص الكلمة دي انتم مسؤولين عنها فلازم تنفذوها يا إما ما تقولوهاش من الأول وأخيرا من المشاكل برضو اللي بتواجه الأباء والأمهات اعتبار بعض الأهالي بقى أن كدب الطفل ده نوع من أنواع الزكاء والقدرة على التصرف يقولك بص الواد حرك الواد عارف يخرج من الموقف طبعا دي مش حاجة حلوة ولا تستحق الإشادة ولا التباهي طيب